إرادة من الحكومة أن تجعل البطاقة البايومترية للناخب العراقي هي إحدى المستمسكات الرسمية المطالب بها لكل مواطن عراقي بالغ أكثر من 18 سنة أن عندما يريد يتجي إلى جوازات يجب أن يبرز بطاقة الناخب البايومترية عندما يريد أن يسافر قم راجعة الدوائر هذه تكون إحدى البطاقات المستمسكات الرسمية اللي يطالب بها المواطن العراقي سوف نحصل على بطاقة بايومترية لكل البالغين العراقيين وبفترة قليلة جدا إن حصلت الإرادة من الحكومة أولا ومن المفوضية المجرية لهذه المسألة الثانية نعم إذا نحن أمام مشاكل كبيرة جدا هذه المسألة الأولى نعم تفضل التي تمنع هذه الخطوة الأولى التي تمنع التزوير طيب الخطوة الثانية اسمح لي تفضل الخطوة الثانية أنا أطالب بأن يكون هناك إشراف أممي على الانتخابات المقبلة إشراف أممي على الانتخابات المقبلية المقبلة حقيقة لا نستطيع أنه نكسب ثقة الشارع العراقي إلا بأنه انطمئنة اطمئنان كامل بأنه الانتخابات المقبلة سوف لا تزور إذا كسبنا ثقة الشعب العراقي الشعب العراقي سوف يتجه إلى صناديق الاختراع سواء كانت الانتخابات مبكرة أو كرو انتخابات في وقتها بس حقيقة نطالب أن تكون هناك إشراف أممي على صناديق الاختراع هذه مهمة جدا في سبيل أنه نثق بأنه الأمور ما راح يصير بها تلاعب